موسيقى قتلى وجرح في خرسون وقرب كييف مع التجدد القصف الروسي على أوكرانيا البرلمان اللبناني يفشل مرة أخرى في انتخاب رئيس للبلاد وسط انقسامات عميقة إيلون ماسك يصدر عفوا عاما عن حسابات تويتر المحظورة نشأة الأخبار من أكاديمية فوكس أهلا بكم خلف القصف الروسي على خرسون أربعة قتلى وعشرة جرحة فيما تعرضت فيشكورت قرب كييف لقصف مماثل أدى إلى مقتل ستة أشخاص وجرح ثلاثين آخرين وتأتي هذه الهجمات وسط استمرار انقطاع الكهرباء في أغلب المناطق الأوكرانية بعد ضربات جوية روسية كانت الأكثر تدميرا على شبكة الطاقة حتى الآن نفذت إيران ضربات جديدة ضد جماعات معارضة كردية إيرانية متمركزة في العراق والتي تتهمها طهران بالمساعدة في تأجيج الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ سبتمبر وأعلن الحرس التوري الإيراني عن بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر من وصفهم الإرهابيين الانفصاليين الإيرانيين في مناطق في إقليم شمال العراق وفق وكالة فارس الإيرانية فشل البرلمان اللبناني الخميس للمرة السابعة في انتخاب رئيس الجمهورية رغم شغور المنصب الذي غادره ميشيل عون منذ مطلع الشهر الحالي ويعود هذا الفشل إلى انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعدا لجلسة جديدة مطلع الشهر المقبل قتل ستة أشخاص وجرح العشرات في زلزال ضرب غرب النبال وحددت هيئة مسح الزلازل الأمريكية قوة الزلزال بخمس درجات فاصلة ستة على مكياس رختر فيما ألحك الزلزال دمارا بالمنازل وأضرارا مادية جسيمة قرر مالك تويتر الجديد إيلان ماسك إنهاء الحضر المفروض على عشرات الحسابات على المنصة وإعادة تفعيلها اعتبارا من الأسبوع المقبل وقال ماسك في تغريدة إن الشعب قال كلمته حسب تعبيره وذلك بعد استفتاء أجراه عبر المنصة استمر 24 ساعة وقبل أسبوع قرر ماسك إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق في الختام تذكير بأهم العنوين قتلى وجرح في خرسون وكربا كييف مع تجدد القصف الروسي على أوكرانيا البلمان اللبناني يفشل مرة أخرى في انتخاب رئيس البلاد وسط انكسامات عميقة إيلان ماسك يصدر عفونا عاما عن حسابات تويتر المحظورة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس أكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة